السلام عليكم مرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن اللهم معنا هولو لكم مرحبا بكم في قناة شوبر اديزيد اليوم الحصات تاعنا نعاب وفاق السطيف معتهم يعني بعد ما تكلم على المدرب تكلم مقبل تكلم تكلم لكن عاود يعني للصح بعد ما كان ربما كان مهيشر اعداء الجزائر كانوا يشوفوا فيه يعني يتكلم ويبرد لمقلوبهم لكن بعد ما عاود دار تكلم من الحقيقة تكلم من الحقيقة هذا أنا شتو هذا وين تكلم من الصح هذا وين تكلم من الصح يعني ما بقاش ما بقاش قدلي فات ومحاس باري جاية وكلش واحد لازم يتكلم من الصح إلا أنت يا خاطق عملنات شو منا واحد يتكلم من الصح واحد يخرج يدفع على عصابة كورة قادم يعني نعتبروك كما أهم لكن تتكلم من الصح واحد يتكلم من الصح أتكلم مروع فلع طولة دين ندوة صح يتكلم حقيقة مدرب مدرب كما كما صبرنا صبروا خفص سنوات على مدرب زيد صبروا عليه ثلاثة كاسات نكسر أولى الثانية الثالثة ثلاثة كاسات هاكوا طالبوا بالبطأ يعني اسكال الراخ كسموه كريب مغاو يردو كريب على باننا تزعفوا ونسقسوكم مش عليه الساعة تزعفوا على باننا وقلو لكم هذا اليوم اشتاوى لا تزعفوا على باننا تزعفوا ويقضبكم توسويس واللي تو تزعفوا مل هادرتنا وهي هذه الحقيقة وينتكلم ما تام وينقل أولا فلاديمير من أحسن المدربين في أوروبا نظرا للمؤهلات التي يمتلكها حيث سابق يعني للرجل وأن أشرف على منتخب سويسري لمدة ست سنوات ضف إلى ذلك اشتغال في الدورة الإيطالية فمن غير المنطقي النعيب عن هذا المدرب كما أعتقد أن التقني السويسري من خيرة المدربين ويتواجب الصبر عليه خاصة أنه في فترة تعرف على اللاعبين أما بخصوص طريقة لعب المنتخب تعتمد على النهج الطاكتيكي ربعة ربعة ثنين أو ربعة ثنين ربعة فهي طريقة القادمة وبالنسبة يعني وبسببها تلقينا عدة أهداف كما أثبتت مباراية الأخيرة حشاشة المحور الخلفي للمحاربين فحبز لو يقوم المدرب الوطني بتغيير خطة إلى خمسة ثلاثة ثنين أو ثلاثة خمسة ثنين والتي تعتمد من أنجح الخطة التي اعتمدناها أمام منتخبات يعني في إفريقيا في وقت ماضى ثلاثة خمسة ثنين يعني مليحة صحي يكون عندك ديفونس يكون عندك واحد كما فيبي ما بغاد عنده واحد ربعين عمشتها جالوا الأرقام التعوز قطاع السبع في الجوالة الأولى قطاع السبع كورات ناجحة تحصل عليها يعني أما يعني وين قال أنا أظن طريقة تحزين لهذه المقابلة بعد يعني قبل الخسارة يعني لم يكن بطريقة احترافية أما الظهور بوجه مغاير خلال مواجهة أغندا يعني مقارنة باللقاء غينيا ما تفسيرك لذلك أجاب بالحادث عن اللقاء أغندا كان الفريق الوطني خارج الإطار تماما خلال مرحلة الأولى بحيث أعتقد زملاء بمدافع ساماندي يعني على الكورات طاولة والنصف طاولة وهذه طريقة لم تأتي يعني بجديد وكان لابد أن يتجاوز اللاعبون ذلك وهو ما حدث في الشوط الأول من خلال إظهار الشوط الثاني ردت فعل قاوية في المرحلة الثانية فعندما نجحنا في تطبيق أسلوبنا الجزائري الذي يعتمد على الكورات القاسرة والسرعة في التنفيذ والهجمات ظهرت جوداتنا خاصة في وسط الميدان مع تواجد بناصر زروقي عوار أين ظهر الثلاث أكثر إنسجام مع بعضهم فوق مستطيل أخضر ويقال أنا أعتقد أنه مع تغيير المدرب هناك دفع بسيكولوجية كبيرة لكل لعبين مع ذلك أرى أنه حان الوقت لتواجد محظر نفساني في المنتخب يعمل على إعادة لعبين من ناحية المعنوية بهدف ارتقاء بقدرتهم على المواجهات المشكل والعقابات فحسب معلوماتي سيكون هناك طاقة موسع من هذا الإطار نحن بحاجة لمس هذه الأشياء في الكرة القدم الحديث يعني حديث فكبار المدربين لديهم طواقم تضم إلى 20 فرد من محظر بداني ومختص في المعينة بالفيديو وعليه بات لازم علينا أن نرتقي لهذا المستوى وعن نترك الخمس سنوات التي لم تزدي ولم تأتي بالجديد أهنا نشوفوا الكومنتير اللي كانوا يشكروا فيك يا سيماتير داروا عليك الكومنتير داروا عليك قالك السيد بطال هو نغيز وقالك أحسن مدرب في أوروبا كما أنت كنت أحسن لعاب في إفريقيا والله هذو المحللين هما اللي كسروا المنتخب والفريق الجزائري والفرق الجزائري داروا عليك على مدارك ما شفت حتى إنجاز داروا في أوروبا باش يكون أفضل مدرب أن ينضحك يعني تنضحك عن الشعب بهذه الهدرة شكي داروا عليك هذا وقع كان يقول لك قبل كان يقول لك بالإنهار اللي قلت لهم بالإصادي ما يعرفش لبس يقول لك هدر المدرب السابق يعني بالحجم يعني يقول لك بردتنا غير كيفاش حكم عليه بأنه أحسن في أوروبا واش هي الإنجازات قد ينجح لكن متوسط كمدرب أصل يعني الغيز مش مقنع تم قائمة لازم يديرها واحد قال لك لازم يديرها واحد مساعد علي يديره مساعد مساعد يدخل في القائمة يدخل في الخطة يدخل في كل ما هي إنجازته يا ماتام أنت كنت معنا وماذا الذي تغير فيك هذا قال لك كنت معنا وماذا الذي تغير فيك قال لك أصحاب الكاباب داوي بانو روح تخرب يعني تخرب بيك به أنت ثاني من أحسن لعبين روح تبصل ليس له أي إنجاز في أوروبا كيف صنفته من أحسن المدربين في هذه القارة لا مع الأندية حيث أسقط بوردو قسم الثاني ولا مع أمم ولا يعني وإلا قولك هذا كان من أجل أن تضرب الشيطة لصادي شو شي يجيب لك يجيب لك تعبوردو دا كوب دا كاس إطاليا وصال كاردو فينا كوب دوروب الباح فارنس مرعب أوروبا زيد راح دو كوب ديمون فالدوزيام دو كوب ديمون واو لله بنجوم متوسيطين واو لله أعطينا شو شهنية قال لك شو سيدي أحسن في نتائج السلبية أعطيك أعطيك قواد على رأسك أخطيك من القواد على رأسك يا المكعب داروا عليك بالخف أعطيك يدوروا 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 نورمال ستون مدرب السابق لي راح هو ما كان لديه مشروع بتاع الماتش يتعاود هذا الهيشل لو كان مدرب السابق قلب اللي الماتش بيتعاود شو لكم تكذبوا الشعب كانوا يدوروا عليه ويعايلوه كل نورمال ستون مدرب السابق قال لك وعند قال لك تخرب يا ماتش عليها كان شوماج أي بركة مشكيمة تككمو قال السادي قال لك أصبع أصحاب المصالح تتكلم قال طامعين في المناصب النهار يقطع عليهم يعني تم يبانوا على حق يتاحهم أكتو داروك 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 معاهم على بلك أكتو تشكلي داروك سيعله داروك داروك مخلي النس تعاير فيك هذاك المخنث هذاك حتى المخنث داخل اللي يعاير فيك آه يا ماتعم يا بتلك يدوروا لكم كي سام عليكم دي جار آخر شوي يهدر كي سموه هذاك معطاويش يعطاوي الحس لازم تكون معاهم وإلا ما كنت معاهم يدوروا عليك هذه عقلية همومة ما تنسوا شعطونا جهب كومنتر وبرتاجونا الفيديو وماذا بكم تفعيل جارس ولمشي أبوني أبوني معنا باش نكون معاكم دايما بجديد ورب يحفظكم ويحفظنا ترجمة نانسي قنقر